الرعاية الصحية والصحة كان لها نصيب الأسد من التنمية في الدولة لماذا سنقاسف مرة أخرى؟ هذه هي شكل مستشفياتنا في 2014 أيضا سأرجع وأقول هل ما زال هناك وحدات صحية وعدد من المستشفيات في هذه الصورة؟ أيضا لا يحتاجون أن نطور ونكمل ونشتغل وننمش لكي يبقى كل مستشفياتنا بالشكل هذا أنا بحبيت بس أن نحن نحطه قدام حضراتكم النهاردة إيه اللي بيتعامل في هذا القطاع؟ هذا القطاع تضعفت موازنته قرب الخمس مرات عشان الدولة أنها تنفق عليه في كل شيء في بناء المستشفيات في تطوير منظومة الإسعاف في إنشاء مخازن ودخلنا في تقنيات شديدة التعقيد مشروع البلازمة كبير الحلم اللي كاننا دايما بنحلم أنه يبقى موجود واللي بدأ النهاردة أنه يبقى موجود فعلا على الأرض المراكز التنمية المصانع ومجمعات اللقاحات الموجودة في عز كورونا اشتغلنا على هذا الموضوع الحقيقة نفقات العلاج على نفقة الدولة وأنا حابب بس أقولها الرقمين دول الدولة كلفت 87 مليار على مدار التسع سنين اللي فاتوا علاج على نفقة الدولة كنا بدين 2014 3 مليار النهاردة 17 عدد المواطنين النهاردة نحن علاجنا في نفس هذه الفترة 17.5 مليون مواطن على نفقة الدولة في هذه الفترة ده شكل مستشفياتنا اللي بقيت موجودة أو اللي بنأمل كل المستشفيات مع اكتمال التطوير تبقى بهذا الشكل بقينا النهاردة المنظومة التأمين الصحي الشامل والليها بدأت النهاردة المرحلة الأولى منها بتغطي أكتر من 6 مليون مواطن بتكلفة لوحدها 51 مليار وبدينها في 6 محافظات دول وإن شاء الله تباعا لغاية 20-30 نكون دخلنا بقية محافظات الجمهورية المبادرات ما كان ينفع أن نحقق طفرة حقيقية في هذا القطاع من غير فكر غير تقليدي وهذا يمكن أن أطلقه سيادة الرئيس من خلال مبادرات مبادرات القضاء على قوائم الانتظار 100 مليون صحة المرأة والطفل ورعاية الأطفال والقضاء على فيروس C فيروس C كما رأيتم في الفيلم كانت مصر أنا آسف موصومة بأنها من أكبر الدول على مستوى العالم في نسب الإصابة بفيروس C الحمد لله خلال أعتقد أيام قليلة ستعلن رسميا أن مصر خالية من هذا الفيروس إنجاز حلم كان ممكن ما أعتقدش فيه أسرة فينا ما كانش فيه قريب أو معرفة كان بموضوع فيروس C وكان بيصل إلى حالة الوفاة بسبب هذه الإصابة والمعاناة اللي كنا كلنا عارفينها بهذا الشكل ترجمة نانسي قنقر